السلام عليكم ورحمة الله بعد ما تكلمنا عن الوعي بالذات وانه هو ان الانسان يلاحظ نفسه بدون ما يتعجل او يسارع في الحلول بدون تأمل هو ده الوعي بالذات نيجي بقى لمرحلة تطوير الذات انت عملت وعي بالذات وممكن الوعي بالذات ده يعني اسبوع لاحظت نفسك الان بقى لازم نطور على الامور اللي اللي لاحظناها وممكن وعي بالذات على مرحلة اطول فانت شغال في الوعي بالذات مع تطوير الذات في نفس الوقت وده جزء من حاجة اسمها او الزكاء العاطفي ماشي له اربع مراحل يعني ان الانسان له وعي بالذاته ثم تطوير لذاته وعي بالعلاقاته بالمجتمع ثم تطوير للعلاقات دي فالانسان مش هيقدر في المستوى الرابع لما يخلص المستوى الاول يعني فالوعي بالذات التشغال عليه بس في بعض النقاط ان انت عرفتها الان فالذات تطور هو التطوير الذات هو معرفة مهارات ومعلومات جديدة تؤدي الى اداء افضل ليك كانسان وكمسلم وكأب وكأم وكزوج وكزوجة وكبنت وكالطالب وككل شيء فده بقى تطوير الذات الان انت واعي الان انا لما بقوم الصبح ببقى كذا كذا انا لما بروح الشغل بروح متأخر كل يوم اه لما لما باجي أكل باكل باكل بسرعة انا لما باجي ألبس هدومي بأخذ وقت طويل وهكذا لما زوجتي بيتكلمني او لما زوج بيتكلم انا بيحصل لي كذا وكذا ده وعي بالذات لان طب نطور باقي ايه ايه بقى المهارات اللي انا محتاجها عشان خاطر ان انا ادي في العمل بتاعي احسن ايه المعلومات اللي لازم اعرفها عشان عامل زوجي او زوجتي احسن ايه المهارات اللي لازم اكتسبها عشان اربي اولادي صح وهكذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني في محاسبة يومية انا بعد ايه لبكرة انا ايه اللي محتاجه عشان بكرة يوم القيامة بقى او بكرة غدا يعني القريب هذا او يوم القيامة كما قال المفسرين والدنيا هي الامس يعني كأن لم تغنب الامس يعني كأن لم تكن في الدنيا اذا كلام مفسرين اما اللي بتكلم عنه الان انه الانسان دائما عنده وعي بذاته ودايما عنده حرص انه يعرف على اساس هذا الوعي بالذات سواء نيجيتف يعني سلبي او بوزيتف يعني ايجابي اعمل بقى ايه الخطوة الجاية وايه المعلومات وايه المهارات اللي انا محتاجها ونكمل ان شاء الله في حلقة جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة